اوكي لاتس جو نبدأ مع بعض باستعراض محتويات سندوق الجهاز عندنا الجهاز عندنا خطيب التعليمات ده ببوس الشريحة شاحن بقوة 67 واط بالاضافة لكابل الشح نجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز الجهاز بيجيب وزن 177 جرام وبسمك 7.5 ملة ومن الامام عندنا الشاشة الاموليد اللي بتجيب مقاس 6.7 بوصة بطردد مية وعشرين هرتز بابعاد عشر لتسعة وكسف البيكسلات 394 بيكسل في كل بوصة وبستوع بوصة لتسعمائة وخمسين نتس شاشة ممتازة زواء الرؤية وتشبه العلون الممتازين مش هتلاحظ معها مشاكل الجهاز بيجيب اندريد 14 واجهة كالر او اس 14 معالج ميديا تيج دايمان سيتي 7050 معالج بدقة تصنيع 6 نانوميتر بطردد بوصة لتنين فاصلة 6 جيجي هرتز معالج مناسب في الفاس سعرية اللي الجهاز موجود فيها مش هتلاحظ معها مشاكل في الاداء تنقل التصفح بين التطبيقات حتى في الالعاب هيقدم شكل مناسب الجهاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 8 مع 26 وخمسين ونسخة 12 مع 26 وخمسين نسخة 12 جيجا رام مع 512 جيجا زاكرة بتخزين الجهاز لا دعم تركيب كارت زاكرة خارجي لكن الجهاز بيجيب شرحتين 5 جي ودعم من قومة الماء والغبار اي بي 9 وستين بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بعد ستاني الاساسية 4 وستين ميجا بيكسل فتح دعائسة 1.7 كاميرا التانية 2 ميجا بيكسل وفتح دعائسة 2.4 خاصة بالعزل كاميرا بتدعب تصوير البداية فور كيب 30 اطار و1080 ب60 اطار كاميرا السيلفي 8 ميجا بيكسل وفتح دعائسة 2.0 بتصار بدهات 1080 ب30 اطار جهاز بيجيب سماعة 1 مونو ولا دعم منفز 3.5 مل خاصة بسماعة الأزن واي فاي سيكس بلوتوت 5.3 تجيب اس مزدوج بصمة الجهاز من نوع في الشاشة من نوع اوبتيكال سرعة ممتازة مع دعم منفز التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز 5000 ميلا امبير بترعم الشحن السريع 67 واط سعر الجهاز نسخة 8 مع 26 275 دولار نسخة 12 مع 26 352 300 دولار نسخة 12 مع 512 345 دولار طبعا دي اسعار السوق الصيني ايش اي معلومات حول موعد الاطلاق العالمي للجهاز او هل الجهاز هيتم طرحه للسوق العالمي او لا ده كان استعارات سريع لجهاز اوبو اسري برو اتمنى فلنها رب بكل فيديو عجبكم لو عندك اي سؤال سوفوا في خانة التعليقات في انها مستشتد عيبنا واشترك في القناة وليك للفيديو واشتراك على خير الفيديو الجاي سلام